بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدأ مع بعض سلسلة من المقالات المكروهة من مجلة بيم ارابية. مجلة بيم ارابية مجلة متخصصة في البيم او نمزجة معلومات البناء. المجلة كانت مكتوبة بس فاحنا قلنا لأ هنعملها ان شاء الله صوت بحيث لو هد هو شغال عايز يسمحها هو في المواصلات عايز يسمحها. فان شاء الله كل مقالة هتبقى في ملف صوتي بسيط جدا مثلا خمس دقيقة اربع دقيقة تقدر تسمحها ان شاء الله. الموقع بتاعنا هسم بيم ارابية دات كوم هتلاقي فيه ان شاء الله كل الاعداد. مجلة بيم ارابية العدد الاول. اه الفهرس هتلاقي بعض الناس اللي كتبوا معنا زي اه مهندس كمان شاوي دكتور بيل سكر المهندس ايمان عنديل مهندس محمد حماد. اه المهندس سامر الجهري. مهندس معاز النجار دكتور سامر السياري مهندس حمد لطفي دكتور حمزة مشرف دكتور صلاح عمر امران. اه مشكولين شاركوا بجهد اه فعال في المجلة في العدد الاول كانش لسه حد يعرفه وما مشكولين شاركوا معنا. اه في ساحية المجلة. اه الحمد لله اللي يسر لنا خروجة زي المجلة. ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان تستمر وانت كنا مرجعا ومرشدا للراغبين في المزيد من العلم. وبنشكر مجلة انا مع ماري على تعاونها معنا. وخاصة المهندس والد البسيوني. ما حدش بخلعنا بحاجة. وان شاء الله اي حد برضو عايز اعمل المجلة تفيد للبلاد والعباد. يعني تحت امركم. واخر حاجة حلوصلنا لها هنهديها للناس بحيس انها تعمل حاجة كويسة وتشرف وتنفسنا ان شاء الله. اه المجلة بتاعتنا متخصة في البم لان احنا لدينا في فجوة بين النسوق عايز ناس فاهمة بم وشغلة بم. والناس مجرد بس اخد الكورس للريفت او برنامج اخر. بس مش فاهمة ايه اسلوب البم او ايه الفرق بين البم والكاد. فاحنا حاولنا ان احنا نعمل حاجة مبسطة واخترنا انها باللغة العربية. لان احنا فاخرين باللغة العربية. وان شاء الله نكون ساهمنا بجزء اه ولو يعني حرف في سطر في صفحة في مجل مجلد من ضمن مكتبة كبيرة تكون باللغة العربية. اه هنبدأ ان شاء الله مع المقالة اللي هي حوار مع البم. ده كنت بتخيل في ان انا بقابل البم فبقى نقشه. تمام? اه عمر سليم انا تعرف على حضرتك. البم. اه انا اسم البم هو اختصار بلدنج انفروميشن مودلينج. البلدنج يعني خاص بالمباني المدارس والمنازل والمصانع والبيوت والبراج. وكمان الشوارع والمدن. كلمة بلدنج مش مقصود بيها اه بيت او عمارة لا. ممكن المدينة كاملة تستعمل بينما. مفيش مشكلة. انه يبقى فيه المعلومات موجودة في قلب المبنى نفسه. مش مجرد مجسم او هيكل. تمام يعني مش مجرد حاجة اه ماس او كتلة. لا ده في معلومات موجودة في اي عنصر بلمسه. المودلينج نموذج. يبقى فيه تمثيل مرقي المعلومة. بقى شايف الحاجة. ما بقاش ورقة مكتوب على كلمة باب. لا ده انا بشاف الباب حقيقي. كان فيه حد عامل مكت سلاس الابعاد قدامي. تمام? انا لست سلاس الابعاد ده البيم بيقول زي الماكس بل غني بالمعلومات فكل عنصر به كل مواد التي تحتاجها. زي الحائط والباب هتلاقي معلومات زي نوع المواد والدهانات ونقوم بوت الحريق. اه عمر سليم بيسأل البيم حضرتك جديد في زوء الانشآت هل انت جديد? فالبيم بيقول لا انا كنظرية موجود من 1070. بس عدم انتشاري. وان محدث معانا قبل كده. اه هو موضوع للاجهزة. الاجهزة ما كانتش قادرة انها تنفزني كالاجهزة ضعيفة وقديمة. فما كانش سهل ان نعمل موديل في كل البيانات زي ما هو بيحصل دلوقتي. كان اول تنفيذ ليا في اطار مفهوم البناء الظاهري برنامج اركي كاد لشركة جرافيك سوفت في بداية عام 1987. السؤال اللي بعد كده. لماذا كل هذا الاهتمام وتسليط الضوء على حضرتك هذي الايام? هل هي موضة? هل هي مجرد بس زوبعة فنجان وتخلص? اه البيم اسباب كتيرة من توفر اجهزة يمكنها عمل نموذج رقمي بكل المعلومات اللازمة عن المبنى. خلاص الموضوع هتحلوا وبقى فيها هجهزة تقدر تنفذ فكرة البيم. وكذلك الاتجاه الحالي لبناء الكثير من الممان الفريدة. التي لم يصمم من قبل. فلو انك هتعيد نفس المبنى. لو انت تم نفس المبنى ونفس الفيلا وهتقرره زي ما بيحصل في المجموعات السكنية. فانت بش محتاج بيم لان انت تاخد نفس التصميم وهتعمله كذا مرة. فخلاص عرفت كل المشاكل وعرفت هتحصل ايه فسهل تتربى باللي هيحصل. بس لما تريد تعمل حاجة خاصة زي برج خليفة او برج المملكة او برج العرب. في خصاص فريدة ما حصلتش قبل كده. لازم تعمل للمبنى. عشان تعرف هل هيتحمل ولا لا. تكلفة وتبقى ايه. هل هيبقى في مشكلة في السهلات الطاقة. ايضا هناك المشاكل التي حدثت من استخدام تكنوليشير كاد. كان في مشاكل نوحة متاخدة من كاد. لان كان اكتشاف الاخطاء بيتمي في الموقع. بعد ما تصب الخرصانة وانت بتركب بتلاقي عرضات فبتطر ان انت تكسر وتهدم. كلما طبقت في مكان تطبيقا صحيحا اثبت نفسي ويزاد الاهتمام. لذلك هتم عمل عديد من رسالة الماجستير والدكتوراه عن البيم. وهناك دول كثيرة جعلته اجباري. زي بريطانيا. في ابريل 2016 زي دبي. وفي رؤساء الدول اللي تتكلم عني زي رئيس امريكا باراك أوباما ورئيس الوزراء بريطانيا. في سؤال بعد كده. في اشعاعات كثيرة عن حضرتك هذه الايام. البيم. نعم كثير فالناس بتسمع عني ولا بتسمع مني. اقدر هذه الاشعاعات ان انا برنامج. وبعض برامج التوك شو بتقول ان انا ريفيت. انا مش برنامج انا مجموع من التقنيات والسليب العمل وفلسفة. انا فكر. اي برنامج بيحقق الفكر دوت والفلسفة دي هو اعتبر برنامج بيم. لو انت جبت برنامج الورد او الرسام ودرت تعمل بيه نموذج المبنى بيه كل المعلومات المطلوبة وحققت الشروط البيم ودرت حل بيه التعارضات وعملت الحصر يبقى كده ده بيم. لو انت جبت اقوى برنامج في العالم. اللي مكتوب انه هو بيم. ومشيغلتش بيم مظبوط. ومعرفتش تحط البيانات مظبوطة. فهذا مش بيم. على سبيل المثالة عشان اقرب الفكرة الاوتوكاد. لو انت اضفت ليه ادوات لرسم الحواقات والبواب. هيبقى في برنامج اسم الاوتوكاد اركي كاد. ده واحد برمج البيم. تمام. يعني الاوتوكاد لما ضفت له الخصاص ديت وقدرت عمل بيم موديل. في المعلومات كلها بقى بيم. بقرر ما فيش برنامج اسم بيم. ده تقنية وفكر. اسلوب في العمل. اللي شاعر الاخرى ان انا سلاسة الابعاد. ان الفرق بينه وبين الكاد هو بس ان الكاد 2D وانا 3D. لا الكاد برضو بعمل 3D. بس انا 3D و4D و5D و6D الى ما تقنية للنهاية. كل شوية بتطلع حاجات تانية. الـ 3D ان انا 3D زي الحاجات اللي انت شايفها في حواليك. الموبايل 3D طول وعرض وارتفاع. الـ 4D بيضيف بعض الزمن بحيس ان انت شوف المبنى هو بتبني. الـ 5D ان انت تضيف بعض التكلفة فبتعرف المبنى هيكلف كم بالزبط. الـ 6D والـ 7D بيختلف فيهم انا واحدة فيهم الـ green building. والثانية هي ادارة المبنى الـ operation الـ code البرطاني بيعتبر ان الـ 6D هو الـ operation. تمام? لغادي اوات مفيش استقرار الـ 6D والـ 7D. بس هو في ناس كتيرها وصلت لغادي اوات حد الـ 12D. لما بدخل البنان صحيحة. فمفيش حدود اللي تقدر تعمله. كأنك انت عملت المبنى فبتستفيد من المعلومات اللي انت عملتها. فبتقدر تاخد. مثلا تقول لان اعمل simulation هعمل safety هاخد استفاد من التجربة دي ان ما بحصلش اخطاء بعد كده. ففي حاجة كتير بتعملها لما يكون عملت الموضل المضبوط. طب فيه اشعاد ان فيه مشاكل بينك وبين الكاد. البن اشعاد مخرضة. الكاد سيزيل موجودا. لكن الاعتماد الاكبر في المباني هيكون علي. الكاد ما بيشغلش في المباني بس. الكاد برنامج مست وعيبه لانه غير متخصص. public تقدر ترسم بملابس او كرة معايدة. كأنك بترسم في ورقة. هو برنامج بيرسم خطوط واقواس. زي كأنك معاك ورقة وبترسم. طب مجارب بس بدلا ما كنت بترسم على ورقة وتحصل غلط تقطعها بايد بترسم على الكمبيوتر. بس انا متخصص من المباني وهو public زي ما برنامج الاكسل لما بيلغش وجود الورد. احنا بعيدا عن الشغل احنا اصحاب وبنسهر كل يوم على القهوة وبنعد نتفرج على ماشرات الكرة. مين اللي بيستفاد منك؟ الجميع تقريبا. كل شخص ممكن يستفاد مني بعشرات الاشياء. زي مثلا المصمم بيشارك المعلومات في نفس اللحظة مع الاخرين. بدل ما هما يستنوا لحد ما هو يخلص ويبعت لهم اللوح. المعماري بيلاقي القطاعات والوجهات في ثانية واحدة. ما بيضطرش ان هو يعدل في اكتر من اللوحة. التعديل بيحصل تلقائي لما يتعدل في البرام بتعدل في الستيكشن. بيتعدل في الاسكادولات. لان الاسكادولات مباشر ملفك سل برة. لا ده بقى في نفس الملف. الانشاوي بيلاقي محكاة لتصميم المباني اشعائيا. الكهروميكانيكا اللي بيلاقي الحصر جاهز. الحصر موجود في كل الاقسام. يعني الحصر موجود في كل الاقسام. المحكاة موجودة في كل الاقسام. السجاج موجودة في كل الاقسام. بس هي الفكرة كلها ان كل واحد بيبقى مفتنم بجزء معي. المقاول بيعرف التكلفة الدقيقة قبل ما يدخل العطاء. قبل ما يقدم العطاء بيعرف التكلفة بالزبط. الحكومة بتوفر هادر في الامكانيات. الدولة بتوفر هادر في الامكانيات. الاجهاء القادمة بتلاقي عناصر بناء لسه موجودة ما اقدرتش. اكبر مستفيد هو المالك لان النفع الاكبر هو فترة تشغيل المبنى. تمام? لان انا هتدله كل المعلومات اللي يقدر يدير بها المبنى في نفس اللحظة من خلال الموبايل اللي يجي له رسالة اللي بيحصل في المبنى ولو فيه مشكلة يدر حلالها زي. هل في دراسة وموثقة عن الفوائد من تطبيق البيم؟ في دراسة اجرتها ستانفورد يونيفرستري على 2.3 مشروع ضخمة. طبعا دي احصائية ودراسة قوية. اللي هي تلقتي ان انت ممكن تتفادى 40% من الاشياء المفاجأة اثنان التنفيذ لو ننفست البيم خلاص بتتوقع المشاكل اللي هتحصل. الدقة في حسابات التكليف وصلت ل 97% ووفرنا 80% من الوقت اللازم لحساب التكلفة لان حساب التكلفة كنت بتحسب عنصر عنصر ولو حصل مشكلة بتطر ان انت تعيد الحسابات تاني لا هي خلاص الحسابات بتتعامل التلقائي بنوفر 10% من التكلفة بنقلل 7% من وقت المشروع احد الاستبيانات التي اجرتها مخارن ام سي جرو هل بين 3 اربع مستخدم البيم في اوروبا الغربية اكدوا حصلوهم على نداج ايجابية ملموسة على اساس مهاراتهم الكلية على تلك النماذج من قابل 63% من مستخدم البيم في امريكا الشمالية. ما هي كتب اللي اتكلمت عن حضرتك. في كتب كثيرة بالمات بس اهمها بيم هاند بوك. وفي كتب the impact of building information modeling. وفي كتاب green bim. وفي building information modeling planning and managing construction project with 4d cad and simulation. وفي كتاب اللي هو اسمدليل افراد والشركات نحو البيم. هتلاقي على المدونة بتاعة عمر سليم. ما هو اللونك الاخضل؟ ما هو اللونك المفضل؟ البيم لوني المفضل هو الاخضر. ولذلك تجدني مهتم جدا بال green building. او المباني الخضراء. وكيف نصل الى افضل تصميم موفر للطاقة. ما اكبر مشاريع التي تعملها بالبيم. وتقريبا كل المشاريع الكبيرة الفريدة اليونيك بتعمل بالبيم. على سبيل المثال building london life 2012. بلد كطر لايف 2012. دي سي. ريفر سايد office building. وطبعا الاستاذ دعكاس العالم برج خليفة. اي مباني جديدة مناهش مثيل قبل كده. بتتعمل بالبيم عساس انهم مش بعد ما عملها يفاجه ان في مشاكل واضطر نواية ده. دي كن انتهينا من اول مقالة في العد الاول. وان شاء الله نبدأ مع بعض سلسلة كويسة بازن الله. اخوكم عمر سليم.